محمد بدائرة جديل وزارة العدل وسلطات المحلية لولاية وهران قصد إنصافهم والنظر لانشغالهم المتبثل في التهديدات التي تطالهم من أحد الأشخاص بحجة أنه صاحب المزرعة والبيت الذي يقتنونه منذ سنة 47 وتسعمائة ألف علما وأن محكمة جديل بحسب تصريحات أحد أفراد العائلة قد أصدرت حكمها نهائيا ضد هذا الشخص بتهمة التزوير والتصريح الكاذب لكن تعال نتهو لا زال متواصلا بغية طردهم من هذه المزرعة نواط المخوم بن عيسى محمد نسكن في هذا المسكن بمزرعة سيفو المحمد منذ سنة 1947 إلى يومنا هذا وجاء هذا الإنسان هذا المجرم رأي يتهدد علينا كل خطرة ويقولنا هذه سكونة تاعي وانا منا وانا منا وديت ترافيق تعالى العقد التاعى ويهدد علينا تقدمنا بشكوة جزائية مصحوبة بالتعاءة مدني إلى سيدة في محكمة جديل وحكمنا عليه بالتزوير والتصريح الكاذب حكم نهائي وبرغم من هذا الشي ما زال يهددنا بالتنفيذ ما عرفناش المشكلة وقاها أنا محقورين راح راح حاقرنا هذا السيد راح يقول للفيلمة تاعي راح حاقرنا كل ساعة العنية راح حاقرنا عيد نشكي بي حيت نشوي بي حيت وراح حاقرنا بزف واجع بلتنا